السلام عليكم اخوتي اخوتي سمحوا لي درت لايف دروك وللاسف دركت في بوتان بالغلطة راح لي كل شي الحاجة اللي بغيت نقولها كما قلت سابقا نعاودها انه الصفحة هادي اولا واخيرا غدا نعطيكم خبر 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 جديد ورسمي رسمي مليون بالمئة انه ابو التفليقة مات الله رحمه ابو تفليقة مات الله رحمه اه خبر رسمي ما فيه لازعقة ولا هم يحزنون ونأكد لكم هاد الشي لانه انا بما بما اني نخدم في صبيطار اه في لاسويات عندي ناس نعرفهم في لاسويس توصلت بهم يخدموا تكوما في صبيطار تا لاسويس وما نقولش اكتر من هاد الشي باش ما نعرضهمش للمشاكل باش ما نعرضش هاد الناس للمشاكل اه نقولكم باللي الخبر الرسمي مليون بالمئة انه ابو تفليقة مات متواجد في لا موك تاع لاسويس مراه لا في الويتامي طاج ولا في البرمياري طاج ولا في بوزريات كي مراه ما يهدروا ادا كل شي تمتيل في تمتيل مصرحيات رم يلعبوا فيها باش يودروا الناس ويودروا الصحافة ويودروا اه يودروا يودروا الناس كي ما قلت ابو تفليقة مات رسميا متواجد في لا موك تاع لاسويس قالوا هالي الناس اه يخدموا في الصبيطار تاع لاسويس زملاء ما ننجمش نقول كتر من هاد الشي باش ما نعرضهمش للمشاكل لانو حنا كي نخدمو في في الاوروبة ماشي كي ما في الجزائر كي جي عندنا للمريد لازم يكون عالناس للمهنة ونحتارمو للمريد ونحتارمو اه لفامي تاع المريد او اقارب تاع المريد لانو مش من حقنا كي جي عندي مريد ويقول لي يقولنا باللي لازم نكون اني بغي نكون اه نكون في سرية ما وحتى واحد ما يعرف ممنوع علينا منعا بتا انو نقولون الناس اه بانو شخص هذا متواجد عندنا ولا الى الشخص غايب عن الوعي عائلتا يهدروا في بلاستاه ويقرروا في بلاستاه من حقهم ويقولوا انو اه احنا ما حابين حتى واحد يعرف انو الشخص هذا متواجد عندكم في في الاوبيطال في النقرو اه انو الشخص هذا متواجد في الاوبيطال ولكن اه الخبر كاين اكرام الميت دفنه نعم طيب حميتو اه اكرام الديم الميت دفنه مش ترشيحه اه الخبر متأكدة منه مليار بالمية انو بوتفليقة ميت متواجد في لا موت على سويس متواجد في لا موت على سويس ما راح لف الويت ياميطاج ولف سلكياميطاج ولا فرد سوشي حتى اه اللعبة قاعدة يلعبوا فيها انو ناصر بوتفليقة وسعيد بوتفليقة اليوم راح تمتاني اه متواجدين في الويت ياميطاج بحراسة مشدادة هذا كل شي تمثيل في تمثيل في تمثيل ويقولوا لكم طيارة طهرت وطيارة هودت للجزيرة وما نشعرف واش خرطي في خرطي الطيارة فارغة ما فيها لا بوتفليقة ولا هم يحزنون خدموا مخكم الطيارة شفتوا بوتفليقة انتم ما فيها ما هو راوكمش بوتفليقة شفتوا طيارة طارت طيارة نزلت طيارة طارت من لا سويس حطت في الجزيرة قال بوتفليقة ولا بوتفليقة ما هو لاش بوتفليقة راح ميت رافيلا موقت على سويس كيما قلت لكم بخبر مؤكد مليار بالمية وعلى مسؤوليتي اللي حبي يشارعني شارعني ولي حبي يكذبني يقابلني بوتفليقة يقولي ها هو بوتفليقة هنا وركي كتابة نعطيكم اسمي ولقبي ومكان وان انا متواجدة فيه اسمي سوميا بن مسعود ساكنة في لسوييد في ابصالة اللي حبي شارعني شارعني قابلوني بوتفليقة فاصة فاص واذاك الوقت كذبوني بوتفليقة مايت رسميا بوتفليقة متواجد في لكونجيلاتور تال عالسويس ما كاينش بوتفليقة انيكزيس بلو يمنو يا شعب فيقو ما كاين لا طيارة لبطاطا طيارة طارت خاوية نزلت خاوية قالو لكم بوتفليقة طار بوتفليقة هود بوتفليقة مات الله يرحمه ويسع عليه اكرام المية دفنه كي ما قالكم طيب حميتو مش ترشيحه هدا خبر على مسؤوليتي يعطيكم اسمي لقبي وانا وين كاينة اللي كدبني يجي يقابلني ويشرعني لبغا يشرع ويواجهني بوتفليقة حي سلام عليكم خوتي وان شاء الله الميساج يوصل ولي بغا يدير باختاجي باختاجي وبغيت نقول لكم حاجة الصفحة هادي ما تشتولي صفحة خاصة هادي نديرها صفحة عامة اللي بغا يقعد مرحبا اللي ما بغاش يقعد الله يهني نفهم العقليات على الجزائريين وتاع العرب كلهم ونحترم كل العقليات اللي بغا يقعد معايا في الصفحة اهلا وسهلا اللي ما بغاش آآ الله يهني كل واحد السلام عليكم خوتي وتبقوا على الاخير وسلامة